سلام عليكم كبيرين لبس عليكم تمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو الجيد الفيديو دياليو سنرى من خلاله مجموعة من الكلمات والجمل اللي تستعمل بكثرة في اللغة الإيطالية وعلى بركة الله سنرى أول جملة تيرا فوري لفردوري دال فريغوريفيرو تيرا هي أخرج فوري يعني برا أو درجة نقول خرج برا لفردوري هما الخضروات أو الخضر يعني أي حاجة يعني كنتدخل في خانة الخضروات كنسميوها لفردوري دال فريغوريفيرو هو التلاجة مينة ديكدال هي مينة دال فريغوريفيرو تيرا فوري لفردوري دال فريغوريفيرو هي خرج الخضر من التلاجة بوي شاليري ترا كارني أو بيشي بوي يعني يمكنوك وكندار معك أنت أو أنت شاليري يعني أنت تختار أو الاختيار ترا قادره نقولو ترا أو فريغورية يعني هنا بينا بين بينا كارني كالا كارني هي اللحم أو أو بيشي وقسمك أو الحوت يعني هنا كنقولو يمكنك تختار ما بين الحم أو الحوت poi شالير ترا كارن أو بش لا تشانا نون أنكورا برونتا لا تشين هي العشاء العشاء لا تشين هي العشاء نون أنكورا يعني ليس بعد برونتا يعني ليست جاهزة أو العشاء ليس جاهزا بعد العشاء كنقول بدرجة العشاء راح ما زال ما واجدش لا تشين نون أنكورا برونتا أبري لا فنستر بر فاوار أبري البرب هو أبري يعني فيعل فتحة أبري أبري هي إفتح كن هدار معك أنتا يعني تو سواء أنت أو أنتا أبري إفتح لا فنستر هي النافدة بر فاوار يعني هنا من فضلك أبري لا فنستر بر فاوار ونقوم نقول أيضا أبري لابري يعني لحساب لوزق يعني البرب أو لحساب الجملة التي نستعملها أبري لا فنستر بر فاوار بر فاوار بر فاوار بر فاوار بر فاوار هما أخطائك أخطائك يعني خاصك تعلم أخطائك أو خاصك تعلم الأخطاء ديالك دافي امبرار داي توي إرراري إرراري تو هي أخطائك إلا بغايت نقول أخطائ ديالي أنا إمياي إرراري إمياي والأخطاء دياله كنقول إيسواي إيسواي إرراري بر كا ساي كوزي بيقرو كنقول بيقرو بالنسبة المذكر وبالنسبة المؤنت كنقول بيقرا بر كي هي لماذا بالدريجة علاش ساي يعني أنت هكذا وأنت هكذا بيقرو يعني كاسول إلا كانت مؤنسة نقول كاسول هي بيقرا ماتي والفرب هو ماتر لنواف تاند ماتي لنواف تاند إيسواي ماتي هي ضاعي ضاعيك أولا تقول سنديري لنواف هي الجديدة عشنا هي الجديدة هما اللي هنك هنهضرو على لتاند يعني تاند هما الستائر ماتي ماتي لنواف تاند يعني ضاعي أو ضاعي الستائر الجديدة بالدريجة كدقول ديري الخوامي جداد يعني وضعي الخوامي جداد أو ضاع الخوامي جداد ماتي لنواف تاند لتاند لتاند ديفون أسر لفاتي لتاند هما الستائر يعني الخوامي ديفون أسر يعني يجيب أن تكون هذا الش هدك ديفون أسر كترجع لخوامي أو الستائر ديفون أسر يعني يجيب أن تكون لفاتي يعني مغسولة أو لحنا كان قصدو بيه نمصب لتاند ديفون أسر لفاتي كترجع ون مشيب إي بإي علاش لأن لتاند راح وحد لابرول فمين لن ريس كو أترو بار المي فاتسول لتو لن ريس يعني لا أستطيع وهنا دامير المتكلم هو إي أنا أترو يعني أن أجيد كوز المي فاتسول هو مين دي المين دي دي بد دي جا مقدر شل مشوار الفاتسول هو المشوار نون ريس كو أترو مي فاتسول دو 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 المياي كالس دو دو أين صون المياي كالس يعني أين هي جا دو اللي بد دري جا في هنا هما تقاشر هما ل كالس دو دو صون مياي مياي دو المتكلم انا انا ايو دا ايو دا 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 ايو يعني دا يجيبو وشيرة يعني أن أخرج دو ماني يعني غدا ماتينة يعني غدا صباح مولتو يعني جدا براستو كنقصد بيها صباح يعني بكري أولا كنقولو احنا غدا مع الصباح بالدرجة كنقولو خاصني نخرج غدا في الصباح بكري دا وشيرة وشيرة دو ماني ماتينة مولتو مولتو يعني مولتو مولتو براستو براستو هي بكري بكري براستو دا وشيرة دو مالتو مولتو براستو هنا تقدر مثلا تقول دا واندار يعني الجملة اللي غدا تتعملها ستو ستو بارلاندو التلافن ستو بارلاندو التلافن يعني ستو بارلاندو أنا أتحددتو على الهاتف التلافن يعني بالدريجة كنهضر في التليفون مثلا كتكون في الدار وشو واحد كيهضر معك نتك تهضر في التليفون وشو واحد يعني كتستا دي صور باندو يصدع فيك لكيه تعالي كتقول شوف وش ما كتشو شوف لاني كان هضر في التليفون هي stop parlando التلافن يعني يعني هادر زي معك هادر هادا هو المعنى دي لستو parlando التلافن يعني كان هضر في التليفون لانسولا لانسولا صور مولتو سبورك لانسولا هما الملائات او لب داريجة كنقول لزور لزارات لزور صور مولتو سبورك يعني متسيخة كتيرا لزور مصخين بزاف لانسولا صور مولتو سبورك اتشيندي الگاز هنه كان هضر معك انتي او انت اشعل الغاز اتشيندي الگاز يلا بغاين نقول عكس نقول سبني الگاز سبني الگاز سبني الگاز يأطفي الغاز سبني الگاز ريس قال ريس قال ريس الات ريس قال سخن او سخن سخن الحليب سخن الحليب سخن الما مثلا ريس قال ريس ريس الات سبني الگاز اتشيندي اتشيندي الگاز اه ستو بارلاندو التلافن لانسولا سون مولدو سبوركي فبهذا كنوصل لنهاية دي الفيديو ولكن قبل ما نختم بغيت نشكر جميع الاخوان والاخوات على التفاعل ديالهم شكرا من القلب للقلب ما تنسونيش من لايك لايك باش يعني تختارح الفيديو مني لكم جزيلة شكر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته